مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في هذه الحلقة عاجل اضطرابات في مدينة حائل شمال مملكة السعود يعني منذ ساعتين فقط قام اهل حائل الشمال المسلم في حائل بالتوجه الى حفل غنائي فيه بقى جايبين بقى ايه اغاني ودي جهات غربية وكذا وفيه بعض النساء النسوة رقصنا وكذا فقام اهالي حائل بتكسير هذا الحفل والغوم وهذا اول تحدي لمحمد بن سلمان يكون معقله حائل ولماذا حائل والخلفية والصراع اللي في حائل والاتهاض في حائل وكل هذا سنعرض له يعني سنعرض لي ما يغلي في حائل او في الاحساء او في الحجاز في مكة والمدينة وباقي مدن الحجاز سنعرض ذلك لكن نعرض اولا لبعض الفيديوهات المتعلقة بالاحداث سنعرض لبعض الفيديوهات المتعلقة بالنسبة لبعض الفيديوهات المتعلقة بالنسبة لي موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني هذه الفيديوهات واكثر من يريد ان يتابعها ويعرف ما يجري في حائل تحت هاشتاج اكتبه على الشاشة على تويتر اسمه اوقفه شارع الظلام بحائل الذي حدث كما ذكرنا انه هيئة الترفيه في السعودية هو اقول لك السعودية هاش فلوس مش لقين ناكل ورفع اسعارك التماني العربية بتمانين ريال انتم اقولها بنحو ثلاثمات ريال لما الناس في السعودية خلاصوا كل حاجة كذا لكن يروح يدفع مليون دولار لرقاصة ويجيبها يدفع مليون دولار لمغني ويجيب ويدفع مليون كذا والناس مش لقى تاكل لكن موجود للرأس والخمور والنسوان موجودة كان ذلك قبل ذلك دخل القصور لكن كان في الحفاظ على الشكل لكن الان يريدون تعميم الرقاصات وكذا على عامة الشعب لماذا حائل حائل تتمتع بعدة امور اولا حائل هي عاصمة الجزيرة العربية او العاصمة التاريخية للجزيرة العربية بمعنى انه كان في حائل دولة اسمها دولة الالرشيد ودولة الالرشيد هي التي قضت على دولة الالسعود الثانية واخرجوا جد الملك سلمان كان اسمه عبد الرحمن وابوه كان معاه اسمه عبد العزيز ابو الملك سلمان وصن عبد العزيز لما راحوا بعد ذلك راحوا في الربع الخالي ثم ذهبوا لاجئين عند قطر وبعد ذلك ذهبوا لاجئين عند الكويت والسلطان عبد الحميد رأفة بابو الملك سلمان كان يعطيه هو هو ابوه ستين ليرة شهرية والغريب رغم ذلك راح ابو خان الملك خان سلطان عبد الحميد وقتل الجنود العثمانيين المسلمين في الاحساء في معارك سنة اولا ونحن نكمل حلقات تاريخ السعودية المهم دولة الى الرشيد دي عاصمتها حائل كانت دولة قوية وهي ما يعرف الان بالسعودية وهي التي سيطرت على الرياض وانهت دولة الى سعودة فالسعود ينظرون لحائل ولهي القبائل التي تسكن في هذه المناطق في شمال النجل تحديدا بان هؤلاء هم خطر على مملكته وطبعا بيتهدونهم منذ نحو تمانين سنة وسنأتي لذلك دي اول شيء بالنسبة لحائل الامر الثاني بالنسبة لحائل هي انه حائل اعلى منطقة فيها تدين في السعودية وفيها غيرة وتمسك بالاسلام في السعودية كيف عرفنا منين عرفنا انه حائل ودولة الى الرشيد رفضت تحالف مع الانجليز وانا احكي من الارشيف البريطاني رفضت تحالف مع الانجليز ورافضوا اخذ الرشوة من بريطانيا والجيش الانجليزي في الحرب على ما الاولى يعني الى سعود اخذوا الذهب الانجليزي والاسلاحة الانجليزية وقاتلوا الجيش العثماني المسلم ومن ذلك انهم خرجوا يقاتلون يقاتلون بقيادة ضابط انجليزي اسمه شيكسبير في معركة جراب عام 1915 وقتل هذا الضابط الانجليزي فيها شيكسبير الذي كان يقود المدفعية في ذلك الوقت قتل فيه واتفقت القبائل الساكنة في حائل في دولة الى الرشيد وخاصة قبيلة شمر مع قبيلة العجمان وقبيلة العجمان دي قبيلة شجعة جدا في شرق الجزيرة العربية وهذه يعني اذاقت الى سعود الويلات والمرار الطافح كما سنعرض يعني في الحلقات بازن لو ان شاء الله فنتظرون فيها المهم هزموا الى سعود في معركة جراب الانجليز كان ليه فوال سعود يخش في معركة جراب وحائل هزماتهم في هذه المعركة او دولة الى الرشيد والقبائل اللي هي مكونة لهذه الدولة المهم يعني الى سعود كانوا متحالفين مع الانجليز والى الرشيد والقبائل اللي هي مكونة لداود الرشيد شمر وغيرها هذه كانت متحالفة مع الجيش العثماني المسلم وحصل معارك عديدة يعني المرة حربه الى السعود في ذلك الوقت في الحرب العالمية الاولى قبائل عجمان حربة الى السعود في الحرب العالمية الاولى قبائل شمر حربة الى السعود في الحرب العالمية الاولى حتى لما سقطت الدولة العثمانية دولة آل الرشيد لم تسقط ظل بباقية فالانجليز أرسله لآل الرشيد وده موجود في الأرشي في البريطاني عرضه في الحلقات بيزنا وإن شاء الله الوثيقية وقال لهم أنتوا يعني كنتوا مولين للعثمانين فأنتوا لابد الآن تعلنوا ولائكم للانجليز ليه نحن كانجليز مثلما آل سعود يعتبرونها نحن يعني ما آل سعود بيعتبروا الانجليز ايه امير المؤمنين وبيعتبروا يعني الانجليز هم لا إله إلا الإنجليز والآن يقولون لا إله إلا الأمريكيان والمداخل والجامية هؤلاء هم الدين السعودي فالذي حدث وهذا يحسب لي أمير حائل في ذلك الوقت في العشرينات وبعد هزيمة الدولة العثمانية أمير حائل رفض أنه يعلن الولاء الإنجليز وقال لهم أنتم كفار نحن لا يمكن أن نتبع الكفار أبدا رغم أن الانجليز كسبوا الحرب العالمية الأولى إلا أنه رفض ثم بعد ذلك سقطت آل سعود احتلوا حائل واحتلوا دولة آل الرشيد بفعل خيانة من الداخل حتى أنا وأنا بقرأ أفواج الحرس الملكي في السعودية فجئت أنهم آل سعود عاملين فوج الواحد اسمه ابن الطوالة وضار ابن الطوالة وابن الطوالة هذا أصلا من قبيلة شمر هو خان قبيلته وطعنها وتحالف مع الإنجليز ومع آل سعود ده قبيلته فوح التاني أيضا اسمه السابهان هذا خان قبيلة حائل وهو الذي فتح خان قبيلة شمر وهو من شمر وفتح الباب حائل لقوات آل سعود ستزاك في الوقائة في الحلقات الوفاقية بإذن الله إن شاء الله فدول أبرز سببين هناك سبب ثالث يتمثل في هذه المنطقة وهو اضطحاد القبائل في منطقة حائل كيفان؟ يعني أصبح المتولين القبائل التي تسكن في حائل وما حولها محرومة من تولي المناصب العليا أصلا في السعودية ليه؟ لأنه كما قلنا فيه خلاف تاريخي وقال سعود ينظرون لهم على أنه الشمر هؤلاء خطر هؤلاء الغول يعني نريده أن يظل فين دي تاني تحت رجلين ونقوي هم يخشون من أنه يخرج مرة أخرى فكانت النتيجة أن قال سعود كسياسة ضرب القبائل بعضها ماذا فعلوا؟ جعلوا قبائل الصلب أو الصلب باللهجة السعودية يعني هم الذين يحكمون المناطق التي كانت تسيطر عليها شمروا دولة آل الرشيد فأصبح المنتمين لقبائل الصلب هم المسيطرين على الأمور ويسندهم المناصب لأن آل سعود يثقون فيهم وطبعا قبائل الصلب هي يعني اختلف في أصلها لكن لما نأتي لحلقة وسائقية بإذنه إن شاء الله عنها اللباط المخابرات الإنجليز والمستشركين وحتى مستشار الملك وسنعرض ذلك في الحلقة الوسائقية بإذن الله يعني قال إنها قبائل جاءت من خارج الجزيرة العربية وتعربت وإن هي يرجح إنها تكون باقي الحملات الصلبية اللي كانت موجودة في الشام نزحت من الشام ولبنان وهكذا وذهبت إلى الجزيرة العربية وتعربت الأمر الآخر بالنسبة بقى لحائل وما يجري إنه آل سعود عندهم مشكلة وهي إنهم داخلين في عداء مع غلبية القبائل يعني وهم كي يقيمون مملكتهم دخلوا في قتال مع عجمان دخلوا في قتال مع مطير مع عتيبة مع حرب مع الحجاز مع العديد من القبائل فقال سعود ماذا يفعلون يضربون القبائل بعضها البعض كيف في حاجة اسمها أفواج الحرس الوطن في السعودية مثلا قبيلة شمر ماذا يفعلون يجعلون قبيلة شمر في الشماء يأخذون فوجها ويرسلونه للجنوب أشوف مثلا أديك نمازج من اللي حاصل مثلا مثلا قبيلة عتيبة هذه يعني أمكنهم في منطقة اسمها عفيف والدوادمي فماذا يفعلون دول يرسلونهم إلى حائل وإلى القصيم وإلى المنطقة الشرقية يعني بحيث أن يضربوا قبيلة عتيبة بالقبائل الأخرى مثلا قبيلة عنزة وشمر وهؤلاء في الشمال أصلا في الشمال السعودي يبعثون فين بقى في ندران عند اليمن ما يخدمش في منطقته لأنه وما خايفين من أهل سعودي يعرفون من القبائل المشمالية لهم لأنه حاصل حروب كثيرة لما نعرف ذلك في الكذا قبيلة العجمان ودي أكتر قويلة طلعتين قال سعودي يعني دول في المنطقة الشرقية والعجمان دولهم كسطرفة نبقى نحكيها يعني 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 عجمان مقاتلين شرسين أشداء جدا فدول دول بقى فين في المنطقة الشرقية ودهم وقفين في عرعر فوق عند العرق وسوريا أيضا في قبيلة مطير ودي في منطقة اسمها الزلفة دول برضو أرسلوهم في أماكن بعيدة في أيضا قبيلة قحطان ودي ودهم فين بقى دول أصلا في جنوب قحطان ناحية الجنوب جنوب نجد ناحية اليمن وعمات دول عملوهم إيه لا يبعثون في الإحساء في المنطقة الشرقية قبيلة سبيع دول في منطقة اسمها رماح في نجد ولكن هما بقى لودوا القوات بتاعتها فين ودوها فيه على الحدود مع الكويت أنا من قبل نصحت قال سعود وقلت لهم أنتوا تحتوي هؤلاء الشباب تحتوهم تعملهم منابر معارضة تحتوهم تطلعونهم شباب وقلت أنا من قبل نصحت قال سعود وقلت لهم اسمحوا بالمظاهرات في السعودية المداخلة والجميع دول الديانة بتاعكمها تودكم في دهية ليه يا جماعة احنا في مصر لما كانت عندينا عملنا ثورة عن ايه عملنا مظاهرات وهتفات وهتف اهتف وعلي وعلي الصوت اللي هيهتف مش هيموت وعلي وعلي الصوت وإلا هيهتف مش هيموت والمش عارف الهتف للجدع وكذا فنحن في مصر كانت الأمور بالنسبة لنا مظاهرات وهتفات ويلا وخط برنانة وانا هتفت وكذا ومش عارف ايه وكذا يعني فالعسكر في مصر ما نعوش عندنا المظاهرات لا قال لك انت قد بقى نرجوح الظاهر ولزيك مصر فاي اخوان مسلمين عملت مظاهرات اليهام فاي اخوان مسلمين عملت مظاهرات تونس فاي اخوان مسلمين عملت مظاهرات ليبيا ما فيهاش اخوان مسلمين وقعد يقولوا احنا احفاظ عمر المختار طبعا هو المختار ما عارشه مظاهرات ده راجل بتاع على طول الخلص فادي نتيجة ادي ثورة ليبيا السوريا برضو كما يحظر فيها الاخوان المسلمين فالنتيجة ما عملوش مظاهرات او عملوش مظاهرات وخلصش وقال لك بلا مظاهرات بلا ابتالي السعودية حضروا فيها الاخوان المسلمين والنتيجة ادي الشباب يعني لو كان هؤلاء الشباب مثلا ايه فيه اخوان مسلا كانوا اخوان المسلمين عملو في السعودية كانوا اقول للشباب ديول لا ما نقصرش الحفل وكلام منه تعالوا نعمل مظاهرة ونعمل شوية تفاتو بتاعه وكده وكده الشرطة رفاص له لذلك انا انصح انا سعود انتوا يا جماعة فيه مقولة كنت اقرأها لمؤرخ عراقي عن كتاب تاريخ العراق كنتوا عارفين العراق والسعودية بلد واحدة اصلا يعني الحجاز بيرس كوكسو حتى كان ابن سعودي اللي هو المايك عباسي ابو المايك سلمان بكى في مؤتمر الاقير وقال لي بيرس كوكسي يعني انت اخذت ارضي واعطيتها العراق فبيتحدث ان القبائل عقليتها ايه الحقه بالسيف والعاجز يريد شهود دي العقلية بتاع القبائل فانا بنصح قال سعودي غيروه لابد اندخل ثقافة المظاهرات ونسمح بتنظيم الاخوان واحنا نجيب من يتولى الاخوان يعني مثلا ما احنا جيبنا ابراهيم منير وقالنا له انت قلاص انت اصبحت نايب المرشد وقالب عنه وجيبنا محمود حسي ايه المشكلة انما انا اقول لا ما فيش اخوان واعداش تنفيل الان في الاخوان ولا مش عارف ايه طب ليه ما انا اعمل اخوان واعمل احزاب واحط القادة دي بتاعتهم من معايا وهكذا وخلنا بقى الاخوان والناس دي انا اللي اكلفهم كالجهاز امنة او مخابرات انزل اعمل مظاهرات ليه يقوم الشاب بدل بقى ما يروح يكسروا الحفلات وابتعوا الامور تتطور لا بنا خلي كل هذا تحت الايه السيطرة تبقى اخريتها مظاهرة احنا عارفين وفي نفس الوقت ما فيش مانع انه انا المظاهرات دي تكون عالمية وتيجي التلفزيون نصور والكاميرات ونصور الناس من وشوها ونعرف ده مين ومن الذي تظاهر وكذا ونعرف ونجبع معلومات عن المتظاهرين ومن الذي يقود المتظاهرين ويكون عندنا قاعد ببيانات عن الشخصيات المحركة في المتظاهرين الشخصيات القوية المتنفذة كذا ونعتقله او نستقطبه مع واحدة ستة مع النسوان بمنصب بتاع اي حاجة من هذا القبيل يعني انما في ظل ان انت اللي تكلم على توتر نعتقله اللي يعمل مظاهرة نعتقله اللي يقول مش عارف ايه نعمل فيه ايه تكون النتيجة انه كل المعلومات عن الشباب وعن الناس وعن كذا كله هي اختفى تحت الارض انا راش ولا زيك ده اللي حصل في حال النهاردة زيك انا بقول له قال سعود على طول لابد نعمل هيئات معارضة تحت السيطرة ونضع نحن نفسها والحاجة التانية لابد ندخل ثقافة المظاهرات عشان نعمل كده نفس اللي حصل فربعة مظاهرات واعتصامات وابتاعه هكذا الامور في السعودية هتتطور شيئنا مقابينا لماذا؟ لان هما في الإعلام السعودي ظل يقول لهم ايه شوفت بقى المصريين جععوا لان هما عملوا ثورة فطب حالا الشعب السعودي المسلم بيجوع وهم ما عملتش ثورة يعني سواء انت عملت ثورة هتجوع او ما عملت الثورة هتجوع يعني يا مش السجوع ما بتوع اليمن قالوا عفادة ربه منصور حلو ورجعوا بيوتهم وجاعوا وجالهم الكل رومات وبتوع السودان ما عملوه الثورة والبادة تقسمته وجاعوا وحصلوا من اللي حصلوا تمام؟ وبتوع النيجر وهكذا يعني خلي بقى لكم انتو طلعوا واحدة ستة كده بنقابلت لك ايه شوف انت اسمع ايها العربي ميتش ايها المسلم لانهو مطلوب منح كلمة المسلم فالتلوب اسمعوا انه انت شوف بقى انت آمن وما فيس سواريخ قامت قران ضربة لهم سواريخ في الرياض لما بتوع اهل الرياض بقوا عندهم روحب بعد ما كانوا معتقدين ان الرياض دي والسعودية دي اه من مكان في العالم ومتخلين انت لعدت جنب الحيطة وتحت الحيطة الموت لان يدريكك يعني هي المشكلة مش في الثورة ولا المشكلة مفيش حرب حلوة وحرب وحش لا يوجد حدث سيء وحدث حلو بمعنى ايه الحرب مثلا الحرب هي التي جعلها ببريطانيا الامبراطورية التي لا تغيب على الشامس يعني الانجليز كانوا يروحوا نعاوزين نحna نقضى انحارف فين في الهند بكرة انحارف فين في مصر بعدها انحارف فين في اسطنبول بعدها انحارف فين في العراف فالانجليز كانوا يذهبون للحرب ويسعونا للحرب يعني يرونوا ان الحارب دي حاجة فيها خير لهم لكن احنا بنرى ان الحرب حاجة فيها شر لنا لماذا؟ لان احنا بتهازم كل مرة نقض على أفان النجيز كانوا منتصر خالد بن الوليد والعرب يعني في عدر رسول صلى الله عليه وسلم خلافة الرشدة وكذا كانوا يرون انزلون الحرب أنها حاجة خير هيب فيه غنائب وفتوحات يعني ايه ان مات هيب شهدوا خش الجن وان انتصر هيبوا فتحوا بلاد وكذا يعني فهنا هي المسألة مش الحرب حلوة ولا وحش ومش الثورة حلوة ولا وحش ومش الانقلاب العسكر حلوة ولا وحش فيش الكلام بمعنى احنا في مصر حصل عندنا انقلاب العسكر نتج عنه ايه اتدبحنا فاحنا في مصر عندنا انقلاب العسكر ايه كبوس في تركيا حصل عندهم انقلاب عسكر اول اربع ساعات كان كبوس بعد كده كان جنة لانه نظف تركيا من متين الف خائم يعني طب مفاصل مية وستين الف واحد كانوا على صلب منظمة سالحلوة ولا وكذا ولا تزال طبعا بيزنى ان شاء الله تطير يعني اصد ايه هنا انت الحدث كيف تستخدمه لصالحك او ضدك انما ممكن تكون حدث حلو يعني ممكن انت تجيب عربية وتفصح فاو تجد تعمل حدثة وممكن انت رياحك ممكن ان يكون واحد يباعد في بيته وقدر يعفو واديهن فالمقصود ليس هناك حدث سيء ولا حدث ايجابي طب ماذا استفعل الامن السعودي في حائل انا في اعتقاد هما هيبدأوا يجمعوا معلومات ويبدأوا طبعا يعملوا حملة اعتقالات وبالتالي من المهم عشان الشباب الغالبان دول اللي ما يعني ما فيش لهناك الحقوق ولا محامين ولا محاكم ولا علانية ولا يعجل حتى لو نشوفوا يعملوا في الشيخ سلمان العود فالاصل انه هؤلاء الشباب ما يدوش معلومات عن انفسهم وما يصوروش وجه يعني الامن كسول الامن كسول لانه موظفين الامن موظف هو عاوز ايه يبقى ما احضر اعتقلت عشر باشا النهار خلاص بيسدد يعني وعاوز بقى يروح يسكر مع واحدة ولا بتاع ولا كده يعني هو فضي الافلام الحمضانة دي وياخد مرتبه اتنين انه في ظل لتدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية في السعودية بيبدأ الجهاز الامني والمخابراتي هو نفسه يبقى فيه تمره يعني كسل ما بيقديش عمله بحرفية وكده لانه كسوله بالدق من الوضع لانه موارا خرطناها نروحه يعني لكن هو بيسترزق فبيسترزق حسب انه يبقى العادة تاني خلاص عنه يجور في السنين ده لكن اقصد ايه كل ما الواحد بيقعد يصور نفسه انا هو اتبتع يروحوا الامن يجيبه انما قال سعود حتى الملك عبدالسعود لما راح يفتح الرياضة عمل ايه او يحتل الارتسمال اللي تسميها كان يعمل ايه كان يسير ليلا من الكويت لكذا ويختبئ نهارا عشان ما حدش يشوفه المخابرات ما تشوفوش وحتى كان يختار النقر الاماكن المخفضة عشان يقعد فيها بالنهار عشان ما حدش يشوفها لكن الاماكن على الناس يشوف وهكذا يعني فالامور مقبلة في السعودية على الامور بصدر تسخن لانه فيه تحدي المشاعر الشعب فيه استخفاف بالشعب فيه مصادرة لكل اموال الشعب السعودي يعني هما خدوا لدي ابن طلال خدوا منه كم مليار دولار خدوا فلان خدوا منه كم مليار دولار بعد ذلك يعني هما عملوا تحافظ على نحو تسعة الاف حساب في البانك بعد ذلك هم منيز ليصدروا في اموال الشعب نفسه بمعنى ايه هو مش هيعمل تحافظ على اموال التلاتين مليون مسلم في السعودية صعبة جدا انما هتحافظ على بطريقة اخرى ازاي البنزي الضرائب الحج العمرة السلام عليكم على فلوس انا عديتها على طريق عليه فلوس ان شربت مية تدفع فلوس ان كده هو في الواقع بياخذ اموالك لانه مفروض انا اموان العربية بتمانين ريال لا يخلك اموانه بتلاتموت ريال يبا هو اخذ مني في كل تموال العربية اخذك كده بلطاجة يعني خد له كيام خد له امتين وعشر ريال زيال مثلا امتين ريال وفي الضرائب خد له كده وفي كده اخذ كده وفي كده اخذ كده هيوصل الامر في السعودية الى انه الدولار هيكون بعشرين ريال سعودي واكثر وما يفعله السيسي في مصر السعود سيفعلونه حرفا بحرف انه اخذ اموال الناس وسجون واعتقالات وكده والناس دخلت سجن بدون اي اي ثورة ولا بتاع ولا كده احنا في مصر قلنا انتم دخلت سجن لانتم عملتوا سجن طب انتم ما عملتوا السورة ودخلتوا سجن اخذوا كل الاموال هياخذوا كل الاموال في السعودية والشعب السعودي سوف يكون فقيرا ونلاقي متسولين في الرياض ومتسولين في حائل ومتسولين في مكة والمدينة وكده والوضع سيء واصبح يعني حتى سطاري الوهابية نفسه خلاص قال سعود الا عبرك حتى الوهابية الامور في السعودية بتغلي ندعو الله سبحانه وتعالى ان يكتب النصر للشعب المسلم في بلاد الحرمين الشريفين وارجو مشاهدين ان تكون السورة قد وضحت وبإذنها ان شاء الله في الحلقات المقبلة نعد حلقاته اثائقية عن النقاط التي اشرنا اليها فانتظرونا والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة